ورد مستعيلة عصيان مدني شامل وتظاهرات واحتجاجات أصابت العاصمة السودانية الخرطوم بالشلل بعد الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح البرهان الذي برر تلك الإجراءات العسكرية بأنها ليست انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة على حد قوله قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان كشف أن المؤسسة العسكرية رأت أن المنادات بمدنية الدولة تعد تهديداً للاستقرار واستهدافاً للجيش الأمر الذي ولد شعوناً بالتململ لدى العسكريين ويبدو أن الأمر بحسب البرهان كان كافياً لنصف العملية السياسية برمتها والانتقال إلى مرحلة الحديث عن أهداف الانقلاب والدولة الجديدة إجراءات العسكر الأخيرة في السودان دفعت الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى إدانتها مهددة بعقوبات قد تشمل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إذا لم يعد العسكريون السلطة للحكومة المدنية فوراً كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في حين أعلن البنك الدولي تعليق مساعدته للسودان بسبب الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية فيما أعلنت لجنة الأطباء في السودان مقتل أكثر من سبعة أشخاص وإصابة نحو مئة آخرين فالاحتجاجات رافضة للانقلاب والتي امتدت في جميع أنحاء البلاد بينما جدرت أحزاب ومنظمات وتجمعات نقابية دعوتها إلى العصيان المدني وتداخل رفضاً للانقلاب والمطالبة باستعادة الحكومة الانتقالية المدنية وتحقيق مطالب الثورة الشعبية وزارة الثقافة والإعلام السودانية ذكرت أن سفراء السودان في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وفرنسا وسويسرا أصدروا بياناً مشاركاً ندلوا فيه بالانقلاب العسكري في البلاد كما أعلنت رابطة سفراء السودان رفضها لانقلاب العسكري وتأييدها إعلان الإضراب العام أحداث متسارعة وتغيرات كبيرة تلف المشهد في السودان تخبئ الكثير من المفاجآت في ظل رفض شعبي واسع ومطالبات بإعادة الحكومة المدنية في حين يصر العسكر على البقاء في الحكم ما ينذر بأحداث دموية يدفع ثمنها الشعب السوداني